موسيقى جود مورنينج ومي دير كيتز زي ما قلنا المرة اللي فاكت هنبدأ ان شاء الله نعمل مع بعض ريفيجن على اليونيتز هنبدأ النهاردة بأول يونيت هاتناها ساكند ترن في الدرم الثاني هي يونيت فايف كان اسمها يبقى يا حلوين ماي بارتي ماي بارتي ماي بارتي اوكي دلوقتي هناخد الكلمات الشافل اللي احنا بنحفظها بس نطق مش بنحفظها كتابة ايه بقى الكلمات الموجودة معي ماي بارتي في يونيت فايف كيك 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 ايس كريم ايس كريم بيزة 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 يوغرط كيك جوغرط كيك كيك بيزة كيك بيزة حسنًا جيدًا الآن دعونا نرى نقوم بكثيرًا نرى مسترجو حلها معانا ازاي لدينا كيك 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 هذا كيك سأقوم بكثيرًا كيك 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 أكرا جيدًا كيك 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 number three yogurt salad ice cream yogurt salad good ice cream yogurt salad ice cream yogurt salad ice-cream i will draw my ice cream here is my cone and here is my ice cream it's a vanilla ice cream i think yogurt salad ice cream يوغا، سالاد، آيس كريم جيد الآن سوف نقوم بعمل مهزب نطلب الطلب المهزب هنا كان حفلة حفلة عيد ميلاد آدم و دينا و بيزيبي فهنشوف بقى دلوقتي آدم هيطلب ازاي من دينا وعيز منها حاجة بطريقة مهزبة وهنشوف دينا هترد عليه اوكي هل يمكنني لدي بعض صلاة؟ نعم شكرا شكرا يعني هنا بيقول لها ممكن انا اتناول بعض السلطة من فضلك يعني من فضلك او لو سمحت ايوه هير يو ار يعني نعم اتفضل فهو هيردها اولئي ننعمل بردو واحدة كمان عشان نشوف بردو مع صحابي الحلوين هل يمكنني لدي بعض كيزا؟ نعم شكرا نعم شكرا شكرا نعم شكرا 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 بوي تماتس نعم شكرا 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 لك and we need olives and of course we need نحن بيعملوا ساندوشي دايماً نحن النهاردة بقاً دا البروجيكت المشروع بتاعنا نعمل مع ماما في البيت ساندوشي زي ما احنا تعلمنا نعمل ساندوشي في البيت دلوتي هنشوف بقاً نتعرف على بعض الأكلات اللي موجودة في العالم في البلاد يعني بلاد مختلفة نعرف الأكلات اللي عندهم فيها الكات المشهورة عندهم يعني ايجيبت في مصر هي بقا الأكلات المشهورة عندنا الكوشريب مروخية و الملوخية أوكي في المكسيك ايه بقا المشهور في المكسيك؟ ناتجوز ناتجوز أكلها زي الدوريتوز كدا أوكي و ناتجوز ناتجوز و ناتجوز كينة و زي الدوم كدا في إطاليا إيه المشهور؟ بيتزا المقرونا بيتزا و باستا بحد بقى يقولي إيه هو الفيفورت فوت بتاعه؟ الطعام المفضل بتاعه إيه؟ مستر جو's favorite food is Mexican food I like tacos and nachos بفضل أكل في المكسيك دلوقتي خلصنا الكلمات الشهوي هنشوف دلوقتي written words الكلمات التحرير اللي هم نحفظها باللترز بالحرور هنشوف كلمات حرف Y و كلمات حرف W كلمات حرف Y و كلمات حرف W Y yogurt yogurt Y-O-G-U-R-T Y-O-G-U-R-T yo-yo yo-yo Y-O-Y-O yellow yellow Y-E-L-L-O-W yellow Y-E-L-L-O-W water water letter W letter W sound water wash white water W-A-T-E-R wash W-A-S-H white W-H-I-T-E again water W-A-T-E-R wash W-A-S-H white W-H-I-T-E let's practice writing get down and back up and round letter Y sound Y yogurt Y-Y-Y-Y-Y-Y-O-Y-Y-L-O like a mountain W water wash white here we have good yogurt so i will write أتضر لأسفل أسفل أمس أمس هناك أيضاً سوف تكون هومورك في البيت هي واضحة جداً هنا هو طالب مني أن أحط أقول الكلمة أسمع الكلمة بماما وبعدين أحط دايرة على آخر حرف سمعته في الكلمة أوكي وهنا برضو في البيت دي أن أنا أكتب الكلمة زيها برضو هنا أعيد عليها تاني على النقط ديت وبعدين أكتبها أقصدها كمان أمار والبيت برضو اللي وراها دي برضو اسمها أن أنا أوصل برضو أو أمشي على النقط دي يعني يعتبر متوصلة أمشي على النقط دي أعيد أعيد وبعدين أوصل وهنا برضو أعيد وبعدين أكتب النبر المطلوب مني تحت كل صورة دي كلها برضو حاجات زي مشروع كده كنا بنعمله مع بعض في الفصل وهنا برضو هنلون استغلي بقى الوقت اللي أنت قاعد في البيت بعدين نلون وهنا برضو أيسينك أعتقد برضو أننا هنا هنلون برضو هنلون برضو نحاول برضو لو عرفنا نلون كل حاجة باللون بتاعها وكده مع بعض خلصنا يونت 5 هستنى أن انتم تحلوها مع ماما في البيت وتذكروها واللي بيخلص هيكتب اللي بس على الجروب إنه هو تم عشان نعرف نحنا كلها متواصلين مع بعض باي باي شكرا